بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة للمستشار بولس فهمي بمناسبة تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وأدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وقال المستشار جبالي في برقية التهنئة إن توليكم منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا هو تكليف بالغ الأهمية في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن حيث ينتظركم الكثير من الأعباء والمسؤوليات التي نحن على ثقة كبيرة من قدرتكم على القيام بها على أفضل نحو ممكن بما فيه الخير لمصر وشعبها